أسمي ميخان، أنا من داخستان وقعت عقد لمدة عام في الشيشان وبقيت هناك لمدة عام بعد ذلك أرسلونا إلى مقاطعة كورسك وأخبرونا بأننا لن ندخل أوكرانيا بل فإننا سنقوم بحراسة الحدود وبقيت لمدة ثلاثة أشهر في تلك الحدود بعد ذلك بدأ القتال كنت مع المجندين قيل لنا في البداية أننا لن نذهب إلى الأعمال العدائية وقيل لي إنني سأخدم في الشيشان فقط لماذا أردت أن تخدم حتى ولو في الشيشان؟ يمكنك أن تقول كما هي لقد سمعت قصصا مختلفة في الحقيقة مررت بالتجارب مختلفة كانت لدي مشاكل مع شرطة في وطني في الداهستان لقدسوا لي المخدرات أرادوا وضعي في السجن دون أي سبب ولكي يتركني وحيدا وقاط عقدا في الشيشان هل كنت مجبرا على القيام بذلك أم كان ذلك قرارا لتجانب المشاكل؟ لا لقد قررت ذلك بنفسي والرجال أيضا نصحوا لي أن أفل ذلك أرادوا أن يضعوني في السجن عدة مرات دون أي خطأ مني لماذا؟ لا أعرف لقدسوا لي المخدرات عدة مرات هل الرغم من أنني لم أبيع أي مخدرات فقط إلا أنهم فعلوا ذلك وقالوا أنني كنت أبيعها فقط ليضعوني في السجن إذن لتجنب السجن قررت الانضمام إلى الجيش؟ نعم يتضمن العقد أيضا مكافأة مالية فهل كان من أسباب انضمامك إلى الجيش أيضا كسب المال؟ وجدت طريقا لكسب المال أهم شيء بالنسبة لي هو أن لا أذهب إلى السجن خسنا إذن كنت في مقاطعة كورسك في الخامس والسادس من الشهر عندما بدأ كل شيء ماذا سمعت؟ ما الذي عرفته؟ ما كانت مشاعرك الأولى عندما سمعت أن بعض القوات المسلحة كانت تدخل أراضي مقاطعة كورسك وتتحرك في اتجاهك؟ لقد قيل لنا إن المجندين كانوا يختفزون بالمواقع وفي حالة إذا غدروا سنغادر معهم إذا تركوا المواقع من تلقاء أنفسهم؟ لا فقط إذا كان المجندون سيغادرون هذا كل شيء كان هناك ثلاثة مننا من الشيشان قيل لنا إذا غادر المجندون سنذهب معهم وإذا لم يغادروا فعلينا أن نحتفز بالمواقع معهم وهل كان لديك ما يكفي من الأصلحة والملابس؟ لم يكن لدي أي شيء ما كان لديكم وأنتم على الحدود؟ كانت لدينا الرشاشات والذخيرة هل يكفي للدفاع عن الحدود؟ لا بالطبع لا هذا لا يكفي حسنا كيف تم القبض عليك بالضبط؟ كيف تم القبض علي؟ أصبت في الأيام الأولى من القتال أصابتني الدبابة أو قضيفة لا أعرف بالضبط ماذا كانت أصابتني بعد ذلك تم حملي على النقالة كان الرجال يحملونني تركنا أحد المواقع وذهبنا إلى موقع آخر وهناك تم أسرنا هل كان سيتم الإجلاؤكم؟ إجلاؤنا؟ لا لماذا؟ أنتم جرحوا لا أعلم هل توصلت مع أي شخص بخصوص هذه المشكلة؟ بالطبع وماذا كانوا يقولون؟ قالوا إن الإجلاء كان في الطريق ولكن لم يكن هناك أي شيء ما هو السبب؟ هل تعلم؟ ربما كانوا يكذبون هل يمكنك أن تخبرني كيف تم أسرك؟ كنت جريحا على النقالة وتم أسرك كيف حدث ذلك؟ حدث هذا خلال ذلك الأسبوع كنا نركض في تلك الخنادق وكنت مستلقيا جريحا وكان بعض الرجال يرقدون وبعض الآخر يطلقون النار وثم أغلقت جميع الخنادق وكان هناك الدخان وكان كل شيء مدمرا تقريبا أمرنا الأوكرانيون بالاستسلام والخروج بدون سلاح وأكدوا لنا أن كل شيء سيكون على ما يرام وبدأ الرجال يخرجون ورفعوني أنا أيضا ماذا حدث بعد ذلك؟ رفعوني وآطوني الماء ووضعوني في السيارة ونقلوني إلى مكان آمن وذهبت للعلاج؟ نعم للعلاج هل كان هناك أي ضغط جسدي أو معنوي؟ لا بل على العكس كان كل شيء على ما يرام هل توقعت هذا النوع من المهاملة؟ بصراحة لم أكن أتوقع أي شيء في ذلك الوقت قيل لي أن الأوكرانيين يعملون مهاملة سيئة لكنني في الثاني والخمسين من عمري لم أصدق ذلك أعتقد أنها مجرد شائعات وأحاديث كيف يتم التقديم الرغاية الطبية؟ هل هي كافية؟ كيف هو الطهام؟ كيف تصف الظروف بشكل عام؟ الظروف جيدة وطبيعية لدينا ثلاث واجبات في اليوم والأدوية وكل شيء متوفر لا أحد يشتكي هل توقعت أن يكون الأمر مختلفا بطريقة ما؟ كان هناك الكثير من الخديث عن التعذيب هل يسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول؟ كل شيء جيد هنا كل شيء على ما يرام لدينا كل ما نحتاجه ترجمة نانسي قنقر